تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنية من صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين ورفع معاليه في البرقية أسماء آيات التهاني والتبركات بهذه المناسبة الوطنية التي تؤكد النهج النير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة القائد الأعلى حفظه الله ورعاه ومساعيه المباركة لتحقيق النهضة العسكرية لوطننا الغالي دعياً الله عز وجل أن يعيد على سموه هذه المناسبة العزيزة وسموه ينعم بموفور الصحة والسعادة ووطننا العزيز بالرفعة والعزة وقد بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس منجلس الوزراء برقية شكر جوابية إلى صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين ضمنها سموه خالص الشكر والتقدير على الجهود المتواصلة لمعاليه وكافة منتسبي قوة دفاع البحرين لرفع مستوى الجاهزية القتالية والإدارية لقوة دفاع البحرين والتي مكنها من المحافظة على سيادة وأمن واستقرار المملكة والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين بمشاركة ومساندة القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة داعيا سموه الله أن يعيد على مملكة البحرين هذه المناسبة العزيزة وهي تنعم بمزيد من التطور والازدهار في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه